أعربت مصر في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لدولة وشعب أفغانستان في ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب شمال البلاد والذي أصفر عن أعداد كبيرة من الضحايا ووقوع خسائر مادية فادحة كانت الفيضانات المدمرة التي سببتها الأمطار الغزيرة قد اكتاحت شمال أفغانستان وتسببت في مقتل وإصابة العشرات كما دمرت نحو 3000 منزل وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية وألحقت أضرارا شديدة بكل المرافق